اهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد شاعرنا في هذه الحلقة هو شاعر شاب جمع في قصته التي لا تزال تتشكل جمع جرحين جرح فلسطين ونزفه من غزة والجرح الآخر في السودان الذي نشأ وترعرع فيه ولكن وطأته تشتد لأنه بيد أبناء الجلدة على أمل أن يشفي الله الجرحين مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد نستضيف الشاعر السوداني الفلسطيني الشاب إبراهيم حافظ حللت أهلا ونزلت سهلا مرحبا بك إبراهيم يا أهلا وسهلا عزيزي مصطفى مطر أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا يعني سعيدة أن أكون ضيفا لهذه الحلقة المميزة وهذا البرنامج الرائع إبراهيم قبل ما نتحدث عن تجربتك في الشاعر وهذه الانطلاقة والثابة والمتواصلة وهذا الصعود المكوكي الجميل إن صح هذا التعبير قبل كل هذا كلمنا عنك قليلا الدراسة الأهل المنشأ الطموح وما إلى ذلك الله يا سعدك يا رب بالنسبة للمنشأ أنا كما أسلفت أنت سابقا فلسطيني سوداني منشأي وولادتي كانت في السودان ودراستي إلى المرحلة الجامعية كانت في السودان ومن ثم انتقلنا إلى تركيا تخصصي الجامعي ليس له علاقة بالأدب ولا الشاعر هو تقنية معلومات يعني مهندس حاسوب انصحة التسمية يعني والشاعر هو يعني متنفس ونأمل أن نضيف ونكون إضافة له بإذن الله إن شاء الله وهو لا شك إضافة لك وأنت من المؤكد حقيق به وإضافة له ولا شك في ذلك أيضا إلى جانب الشاعر أنت تشاكس النصوص النثرية أحيانا حتى أنك سميت كتابا طبعته مؤخرا سميته متشاكسان لماذا هذا العنوان وحدثنا أكثر عن هذا الكتاب مضمونه يعني محتواه ما الذي يحمله هذا الكتاب تفضل بالنسبة المشاكسة الفكرة الكتاب هي عندما ينمو في داخلك يعني ثقافتين أو جنسيتين وتبدأ هذا الشخصيتين يعني تتراكم في داخلك من ناحية الثقافة أنت تكون كالبعاء الجامع لعدد من الثقافات يعني أما بالنسبة لموضوع الكتاب هو موضوع يدور حول الاغتراب ومن نفتهم بلادهم واضطر إلى أن يخالط يعني ثقافة بلاد أخرى وجنسيات أخرى لكن من المتشاكسان هنا أنت سميت الكتاب المتشاكسان أو متشاكسان من تقصد هنا بالضبط؟ أقصد بهما يعني هو في الحقيقة ليس شخصين وإنما تسمية خيالية جاءت لأنك عندما تدخل في ثقافة كأنك تتلبس يعني تتلبسك هذه الثقافة نعم فبالتالي كأنهما يتشاكسان في داخلك أيهما سيظهر للعلن من منهما سينتصر على الآخر؟ ربما يعني ألاحظ حتى في إلاحظ العديد من أصدقائي في كلامي مثلا كوني أحمل ثقافتين بين قوسين الكتاب ليس عني وإنما هو وصف شامل لهذه الفئة والجماعة نعم فتارة أخلطوا الثقافة الفلسطينية بالثقافة السودانية ويظهر ذلك جليا في كلامي مثلا على سبيل المثال فمن هنا جاءت لي التسمية فكأنهما يتشاكسان في جوفك ليصارع أحدهم الآخر من سيخرج ومن سيقابل ومن يثبت وجوده طبعا أما بالنسبة للكتاب فهو يعني يضم عدد من المواضيع كما أسلفت اللي هي موضوع الانصرية موضوع الاغتراب والمنفى وخصوصا في هذه الحقبة الزمنية التي تعيش حروبا ودمارا وتهجير فبالتالي حكم على كثير من البشر الانتقال معايشة بيئة مختلفة تماما عن البيئة التي أشعوا فيها ومن هنا تأتي معاناة أخرى علي يكون بهذا الكتاب لفت النظر إلى هذه الفئة من الناس لأن يا إبراهيم يقال أن كل كاتب هناك فصول مقربة إن لم يكن فقرات مقربة من كتابه تكون أقرب إلى قلبه من فقرات أخرى وفصول أخرى يتضمنها نفس الكتاب إن كان هناك ثمت فقرة معينة ليس شرطا أن تذكرها لنا نصا وإنما أن تستحضرها لنا مضمونا وتعمل على استدعائها حدثنا عن مضمون هذه الفقرة ولماذا هي بالذات هو في الحقيقة أريد أن أعدل شيئا أنت قلته المولود الأول هو المفضل بالنسبة للكاتب والشاعر يعني كاملا ولكن كوني أن أختار نصا أو فقرة أو موضوعا معينة من هذا الكتاب يعني ستضعني في موقف محرج ما باقي الفصول يا مصطفى ما تستحضره الآن ليس شرطا أن يكون المفضل لديك هو تقريبا الفصل الثالث اللي هو صلح المتشاكسين أسميته صلح المتشاكسين لماذا؟ لأن هذا هو جوهر الكتاب أنت في النهاية عندما تدرك أنك الآن خليط ما بين ثقافتين عشت فيهما نعم فالخطوة الآخرة كيف أن تتصالح مع نفسك أولا ومن ثم مع مجتمعك ثانيا وأن توفق ما بينهما وقد يقبلك المجتمع وقد لا اعتمادا على عدد من الأسباب يعني ذكرتها في هذا الفصل يعني إن شاء الله والأهم أن تتقبل أنت هذا التمازج الحضاري والاختلاف الثقافي وتصالح الثقافتين داخل نفسك حتى تستطيع أن تقنع الآخرين بما اكتسبته أنت شخصيا من وراء هاتين التجربتين أو هاتين الثقافتين على أي حال دعنا نكتفي بهذا القدر فيما تعلق من المتشاكسين ونترك المتشاكسين ومشاكستهما لوحدهما ونتحدث الآن أكثر عن الشعر ونبدأ بالشعور حالة الشعور يعني أنت حينما تريد أن تكتب نصا ما هل تستحضر الفكرة أم أن الفكرة هي التي من تناديك في البداية قبل ما نذهب إلى الشعر والله سؤال جميل صراحة بالنسبة للإجابة أنا أعتقد أن الفكرة هي التي تأتي أو الشعور هو التي يأتي ويسيطر عليك ومن ثم أنت تترجمه إلى شعر عمودي أو تفعيلة أو نثري أو غيره من أنواع المختلفة المتمازلية من الشعر وفي بعض الأحيان قد يكون العكس تماما لكن أحيانا عندما تمر بعدد من المواقف وعدد من الـ ليس شرطا أن تكون مواقف شخصية أنت تمر بها ربما حدثت في المكان الذي أنت فيه هو البيئة التي ولدت فيها وعشت فيها أو تمازجها فبالتالي أنا في اعتقاد الشخصي طبعا أن الفكرة هي التي تفرض نفسها عليه الشعور هو الذي يفرض نفسه عليه ومن ثم أترجمها ما استطعت يعني وسيصدر الآن استتار عن الحقيقة حيث يغمرنا السكون ها تسمعنا وسيصدر الآن استار عن الحقيقة حيث يغمرنا السكون من دهشة في أرض غزة حيث فيها لا ينام المتعبون يا السلام هم ها هناك الموت يرمقهم بطرف ريثما للقائه يتأهبون تتمرد الكلمات عن إيقاعها والآن تسقط في النعوش ويصعدون يا السلام هي ثورة تجتاح هذا العصر فيها كم تحكم فدنا المتصهينون وعلى جدار الفصل بين حياتنا ومماتنا الشهداء منا يرحلون ويربحون وصبية في العمر لا خوف يراودها وبالدم حولها الأهل العظام موشحون اليوم آيات الفراق تزفهم وإلى السماء وإلى الوداع إلى السماء محلقون الآن تخرج دمعة من نصها خطأا كما لو أنهم يتألمون الآن تخرج دمعة من نصها خطأا كما لو أنهم يتألمون هي في الحقيقة قصة جاءت لتفضح كل أهوال المنون ولأجل هذا الدمع ينمو بيننا في كل أسقاع البلاد مقاومون في كل أسقاع البلاد مقاومون هل يمكن للشعب الفلسطيني أن يتخلى عن هذا النهج نهج المقاومة مقاومة المحتل مواجهة المتغطرس بما يستطيع حتى وإن اضطر لمواجهة الاحتلال بلحمه الحي هل يمكن للشعب الفلسطيني أن يتنازل عن هذا المبدأ؟ بالطبع لا يعني في نهاية هي حقوق والحقوق يجب أن تنتزع يعني انتزاعا كما قال الشاعر الكبير أمل دنقل لا تصالح فمستحيل أن يترك الفلسطيني حقه في أرضه وفي شعبه ويذهب لمصالحة ولا يذهب إلى مال ولا بالطبع المقاومة هي شرط أساسي يعني لدى الشعب الفلسطيني لن يتخلى عنه مهما كان أحيانا من يكون تحت النار ربما يعني تشتعل في داخله الكثير من الأفكار التي ربما تكون يعني صادقة مرة أو صحيحة مرة أو منفعلة مرة فتجده مثلا يقول لماذا مثلا الشباب من جيلي في البلد الفلاني يعيشون حياة هادئة ونحن هنا نعيش حياة مضطربة نحن مطلوب مننا أن نكون حائط الصد عن كثيرين غيرنا من أبناء هذه الأمة السؤال هنا الذي أود أن أسأله أنت كفلسطيني مغترب ربما لم تزر فلسطين ولا قتغزة يوما في حياتك صحيح لكن من أين هذا الحب وأنت لم تزرها ما هو السر؟ والله لو كنت أعلم أن أخبرتك لا أريد كلاما عاطفيا نريد إثباتات من حياتك اليومية أين يكمن هذا السر؟ بالضبط حسب تجربتك هي في الحقيقة فلسطين يعني وإن لم تكن تعيش فيها هي تعيش فيك موجودة في بيتكم موجودة في ثقافتنا في طعامنا في الصور المعلقة في بيتنا في علاقات مفاتيحنا موجودة في كل مكان والذي يغفل ويتناسى عنها هو في الحقيقة ليس عربي ليس أصيلا ومن لم يربي أبنائه على حبها وعلى نصرتها فأنا أشك أصلا في عروبته وإسلامه يا سلام ففلسطين يعني حتمت علينا وأنا أعتقد في اعتقادي البسيط أن أن تكون فلسطينيا أو أن تكون قريبا من الثقافة الفلسطينية يعني هي استفاء عظيم وشرف يعني رفيع جدا يعني للشخص أن ينتسم به صراحة إن شاء الله يا إبراهيم أن تكون يعني صاحب ثقافتين وجنسيتين فلسطين والسودان وكل الوطنين يعيشوا ألما اللهم أن الألم في فلسطين سببه عدو واضح يعني في غطرسته في ظلمه في طغيانه في غدره وهم الصهاين لكن في السودان المقتتلان أبناء السودان أبناء الجلد الواحدة أو الجلد الواحدة صحيح هذه المشاعر كيف تعبر عنها وأنت غاضب ربما من هذه الحال التي يمر بها السودان كيف تعبر عنها حينما يخطر في بالك فكرة أن فلسطين تعاني واليوم السودان وطن الآخر يعاني أيضا وفي الحقيقة التعبير يعني صعب جدا خصوصا أن هما البلدان يعني الأم لديك فالذي يميز السودان وبالحقيقة ليست ميزة ولكنها ألم مضاعف أنهما كما ذكرت إخواني يقتتلان يعني في فلسطين العدو معروف وهو عدو ليس للأمة الفلسطينية فقط بل الأمة العربية وللأمة الإسلامية يعني أما في السودان المحزن أكثر أن يكون خلاف سياسي خلاف اقتصادي خلاف لمناصب يقود إلى تناحر واحتراب وسفك دم للأسف الشديد ومأن الضحية في النهاية هذا الشعب المسكين الذي أصلا يعاني منذ القدم يعني يعاني من الفقر يعاني من التهميش يعاني معاناة لا تنتهي يعني سلسلة المعاناة حتمت على هذين الشعبين ولا نستسني ولا نميز باقي الشعوب في النهاية الوطن العربي الآن ينزف دمان يعني نعم لكن لابد وأن للصباح العائد حكاية بالطبع حكاية الصباح العائد كلنا ثقة نبدأ بالنص حكاية الصباح العائد سامريني سامريني كل يوم يا حمامة وانثري حول روابينا كرامة يا سلام رفر في عبر الليالي نجمة حدثيني عن بلادي بافتسامة عن رجال كيف أضحى ليلهم حين لفوا العز فخرا كالعمامة رغم أن في الفقر قد عاشوا كراما ينسجون الليلة نجما لا ظلامة عن صغار عن صغار يرسمون الرمل لي بدر حب صادق أبدا تمامة يا سلام يضربون الهم والحزن مليا وعلى أفواهه شدوا خيامة عن نساء يضربون الحزن يضربون الهم والحزن مليا وعلى أفواهه شدوا خيامة جميل عن نساء كالرحيق في طريق نقشت في خدهن الأرض شامة والمراثي والمراثي نائحات في المدى من سق الرمل دموعا يا غمامة من من سق الرمل دموعا يا غمامة من فشى سر حقولي كلها ودماء الأهل فيها لي علامة من طغى في الدار من طغى في الدار أعلى بطشه لتقوم منه أهوال أهوال قيامة سافرت في الحزن عيناي لحلم مات فوضا يوم شتتنا نظام سافرت في الحلم سافرت في الحزن عيناي لحلم مات فوضا يوم شتتنا نظام ما تفوضا يوم شتتنا نظامه البلاد الأم تهوى طفلها يا سلام ربما في الحرب لم ترجف طامه البلاد الأم تهوى طفلها ربما في الحرب لم ترجف طامه يا سلام عليك في الدجا كم هدهدته لي يد من حنين هيأ القلب لثامه ما البلاد اليوم يا تفاحة لا تذق في الصبر يا قلبي لا تذق في الصبر يا قلبي حرامة عجبا من لهفة للأرض بي أوسط الحر بأن يعلي حسامة نار هذه الأرض غنى لحنها شاعر تتلو أغانيه كلامة علق الإحساس في معصمه ولهذا الشعر قد أضحى إمامة أخبريهم كيف قد أن اشتياقا يوم أنحنت له أعطى عظامة أخبريهم كيف قد أن اشتياقا يوم أنحنت له أعطى عظامة جميل سلمي مكتوب غربتنا رجاء وحملي للقدس وحملي للقدس قلبي يا يمامة واقتفي من غزة البشرى لنا فجر موسيقى بها يلقي سلامة واقتفي من غزة البشرى لنا فجر موسيقى بها يلقي سلامة يا سلام أيها الشعب لنا بشرى غد إن معنى الصبر أصل في الكرامة إن معنى الصبر أصل في الكرامة إن معنى الصبر أصل في الكرامة كيف يمكن لهذه الأمة أن تستعيد كرامتها يا إبراهيم ما الذي تحتاج إليه تحتاج أولا إلى وعي وتحتاج إلى شجاعة الوعي والشجاعة والقوة في المطالبة وإيش المطالبة؟ إجزاع الحق يا سلام هو ما ينقصنا صباحا وعي وشجاعة صحيح أحسنت كثيرا سنأخذ الآن أنا وأنت استراحة بعدها نعود للحديث عن الشعر وقراءة في نصوصك الشعرية لكن قبل ذلك سنخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا الكرامة عدنا إليكم من جديد ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر السوداني الشاب إبراهيم حافظ الفلسطيني أيضا هل يزعجك أنك يعني بين جنسيتين بين ثقافتين أم أن الأمر تجده ميزة تميزك؟ لا إزعاج بالحقيقة وبالعكس هي ميزة أفخر بها وأفخر بهاتين الجنسيتين يعني دائما فالجنسية السودانية لها ما يميزها من صفات من الكرم والبساطة والتواضع والفلسطينية يعني شرف أن تكون فلسطينيا صراحة أكثر ما يجعلك تأخذ شوقا إلى فلسطين سواء من أحاديث الجدات أو الأهل أو الأب أو الأم أكثر ما يحرضك على فكرة أن تطأ قدماك يوما ما ترابها حدثنا عن بعض القصائد بعض الشجون بعض ربما ما يلقى أمامك من قول وكلام وأقاصيص عن هذه الديار مما دفعك للتشبث بها أكثر وتمني أن تزورها هي في الحقيقة في هذا العصر المتقدم أصبحنا نرى ما يثيره يعني شوقنا بحيث في الميديا لم تترك أي شيء أصبح على مقرية صغيرة صحيح طبعا بالإضافة إلى حديث الأهل وكما أسلفت الجدات البلاد مميزة يعني ترى فيها الحضارة ترى فيها الطبيعة وأنا عاشق جدا للطبيعة ترى فيها العلم والأصالة تنوعها ومكانتها الجغرافية أردت البحر يوجد أردت الطبيعة يوجد أردت الزراعة توجد فبلد كل ما تستهويه نفسك تجده هناك يعني صراحة عندما أنظر لصور القدس لمدينة القدس نفسها الزقة الشوارع الكنائس يعني صراحة تتمنى يعني جبهتي أن تزد في بقاعها يعني وعسى أن يكتب ربنا ربنا لقاء يجمعنا إن شاء الله بها جميع تذكر إبراهيم دائما أن هدير بحر غزة ما هو إلا صراخ الثكالة وأنين اليتامة من ذوي الشهداء والأسرى الذين يأملون مصافحة الشمس ونرجو أن يكون قريبا تذكر أن ترابها مروي ومجبول بدم مئات أو آلاف أو عشرات آلاف الشهداء الذين ارتقوا على ترابها مؤمنين بعدالة قضيتها موقنين من وعد الله بالنصر والتمكين خذنا إلى الشهر من جديد على سيرة الشهداء أقرأ نص عتاب صغيرة غدرت الطفل هند فضل يا هند يا هند لا تبكي على أعتابي فالغم يرسم لوحة بثيابي دمع الصغار الخوف في أبصارهم ويلي فهذا البؤس كان عقابي قلبي على أم هناك يؤزها طيف الصغيرة دون أي جوابي غضبي على جمع تناسى همنا ضحكا وتصغيرا لكل صعابي فهنا أصيح هناك منفعلا وكماتت طفولتنا على الأبواب وتقول لي عذرا ويشنقنا معا صوت الرصاص يزيد في إرهابي أمي وإن طالت مسافة دمعنا لا تحزني لن أسترد غيابي حان الرحيل فقد صعدت مبكرا ولتكملوا حلما بكى لشبابي في محفل الأرض الحزينة دميتي متروكة بدم مع الأصحابي يتأرجحون على بقايا روضة فلتحتموا بالله يا أحبابي رفح وتجهش بالبكاء حزينة دفنوا الصغيرة تحت قهر ترابي يا الله أخذوا بريق العين كم أخذوا وكم تركوا قلادتها بصدر الباب هبلي هبلي خمارا أبيضا ذا وردة سرا ولا تزعج أخ الأعراب حصالت الحمراء اقذفها بهم خذ ما بها ولتبق لي ألعابي قال الصغير ولم يجد في صوته غير الأسى أكلي أنا وشرابي فرجالهم فرجالهم كنسائهم لا فرقهن شموخ غزة صائنات حجابي وخطاب ألسنة اللهيبي إذا طغى سيظل أدنى من دم المنساب إنا وإن لفظوا قضية مجدنا ستظل واسما فوق كل هضابي يا سلام اخترت ملجأكم وكلي واثق كم ضل عنكم في الخيار صوابي خيرت بين العيد والحلوى لكم ونزفت خاطرتي بحبر مصابي وقضيتي تنسى فلا ضوء يشق سراجه نحو الكثيف ضبابي تركت هنا تركت هنا مذ أجبرت لغتي على سرد اكتواء البنت من الأكتاب فتركته يهمي ليبكي حبره حزنا لغزة من جراحي ترابي حزنا لغزة من جراحي أعطني هذه الورقة يا إبراهيم لا أخضفوك ولا أعاش شانئوك أحسنت كثيرا وقضيتي تنسى فلا ضوء يشق سراجه نحو الكثيف ضبابي هذا حديث بلسان حال الواقع أم أن هذا ما تؤمن به أن قضيتك منسية القضية منسية خلينا صحيحة قليلا ونقول يتعمدون نسيانها أو يحاولون تجهيل الجيل عن هذه القضية ويحاولون إقناء هذا الجيل بأن يتجاوزها وينساها ولكن سبحان الله نقلب السحر على الساحر خصوصا عندما نرى أن الدول الغربية إن عكس اهتمامها مباشرة وبشكل غير متوقع وبشكل مفاجئ لم يكن في الكرة الأرضية شخص توقع هذا حتى أن كثيرين في الدول الأوروبية والغربية باتوا أكثر تشبثا بالحق الفلسطيني ربما أكثر من بعض العرب للأسف كلمة وهذا يحصل حاليا يعني نراهم يعتصمون نراهم يهتفون نراهم يتظاهرون نراهم يغضبون نراهم يقومون بالعديد من الفعاليات والاعتصامات وهذه الفعاليات شكلت ضغطا ونصرة لكل الفلسطيني بشكل عام ولأهل غزة بشكل خاص وإن كان صداها المأمول لم يعد بما ينتظره الشعب الفلسطيني إلا أن هذا الصدا سيحقق أثر الفراشة يوما وينتصر للحق إن شاء الله على أنفسنا يعني نحن لا نحزن على غزة يعني عندما نرى الطفل يخرج وهو مصاب وربما يده مكسورة نعم بكل قوة وبثبات يقول نحن هنا باقون يا السلام فنحن لا نحزن على هذا الطفل يعني وإن كان حالته يرثى لها ولكن نحزن على أنفسنا نحن الذين أخذتنا التفاصيل الصغيرة ونحزن على هذه التفاصيل التي تكاد تكون أشبه بتافها واعذروني على هذه الكلمة نعم لكن غزة يعني برغم تمر به يعني تبكي الحجر صراحة لكن هل الحزن يكون أحيانا منطلقا يا إبراهيم من فكرة أن غزة متروكة لوحدها؟ أكيد هو سبب أساسي أن الخدلان الخدلان من أقرب الأقربين يعني شيء وضحت الفكرة يعني لا يكاد يوسفون يفهمي أن يوصف هذا الشعور ربما القصيدة تستطيع أن تصف أكثر ربما خذنا إلى قصيدة جديدة قرأ لنا ما تحب نزف لعلامة استفهام تفضل ربما أنا للأسئلة أن تنزف تنزف قليلا سؤال ما سؤال ما يراودني ويحملني إلى المجهول به نمضي لشك ما ولا ندري لأين نقول فأسئلتي هنا فأسئلتي هنا تطفو وتغرق فيي دون حلول ويشمط ضاحكا حظي حياتك منزل معزول وذا شبح ويهمس بي ولا يدري الذي سيقول هنا أرض العجائب لي فلا تستغرب المذهول فإن الفاعل الشيطان يخدع قوله المعسول وساوسه وإن قلت تتوه هناك بالمذلول وارسل من مدامعنا سيولا من دم المقتول فوجه الحزن يشبه لي عجوزا بائسا وملول ويرجف قلبه لينا ويسألنا بكل فضول عن الشمس التي ابتهجت تجفف ثوبه المبلول ويرجف قلبه ليلا ويسألنا بكل فضول عن ماذا يسأل عن الشمس التي ابتهجت تجفف ثوبه المبلول وعن نص قديم ما بغيث الشيخ بالمنقول يغيث الشيخ بالمنقول عن الأصحاب في الوادي وعن أمي وشايبتول وعن مزمار ذاك الحي يعزف لحنه بذهول وماذا عن ذئاب القوم ما شبعوا من المحصول وماذا عن ذئاب القوم ما شبعوا من المحصول وماذا عن ذئاب القوم ما شبعوا من المحصول يا إبراهيم ما شبعوا من المحصول لقد كنا بني عصر وما سادته قط فلول فإن حميت معاركنا سنشهر سيفنا المسلول ويسأل عن فعائلنا هتاف ما من المسؤول إجابة خوفهم تبكي ترشح قول ابن سلول ويمدح من أصالة طعم عزتنا فم المغلول ويمدح من أصالة طعم عزتنا الفم المغلول فبعد العمر يا ولدي زمان العز سوف يزول سيأتي بعدنا زمن بعز عياله مكفول فقد ول صبي الحي عاش بجرحه مجبول يمكيج نفسه رجل لينسى قهره الموصول وحفل صاخب يبكي بلا أثر ولا مفعول متى يا أرض صحوتنا متى لتلفظ غمة غمة وتزول مررت هناك من عجل وكنت من الذهول خجول متى يا أرض من جديد متى يا أرض صحوتنا لتلفظ غمة وتزول مررت هناك من عجل وكنت من الذهول خجول تجشمت العناء لكي أعانق فجرنا المأمول تجشمت العناء لكي تعانق فجرنا المأمول هذا الفجر المأمول نجده حاضرا تقريبا في كتابات وإبداعات وجراح مختلف الشعراء هل هذا التكريس لهذا المعنى يدل على أننا نعيش في زمن صعب زمن معتم مثلا أم أن المسألة مجازية وفيها مبالغة الشعراء هي ليست مبالغة من الشعراء صراحة لأن الشعر هو مرآة ما يشعر به الكاتب ومن صح التعبير ما يشعر به الجميع نعم يعني الشعر ليس محصورا على طبقة ولا على فئة معينة ليس محصورا على فئة من المجتمع نعم بالضبط فهو مرآة أو العنكاس لما بداخلهم يعني فمن وجهة نظري هو ليس يعني مبالغة أو مجاز يعني فهو حقيقة يعني ينبغي أن لا يتم إنكارها ولا وما زلتم تبحثون عن الفجر وإن شاء الله بأملي للمتوارضة تتحرون ساعته سيبرز يوما ما إن شاء الله سيبرز يوما ما وعسى أن يكون هذا اليوم قريبا ولا شك في عدل الله ورحمته ونصرته عموما استراحة جديدة بعدها نواصل مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ابقوا معنا موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً أعزائنا المشاهدين الكرام ما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد ومعنا هنا في الستوديو إبراهيم حافظ من السودان وفلسطين معاً وهو صاحب كتاب متشاكسان وكذلك المتطلع إلى تكريس تجربة واعدة بالشعر العربي شعر القضايا والرسالة والأمل أنك ستنتصر فكرة الكتابة من أجل قضية من أجل رسالة من أجل هدف مقدمة على فكرة أن تكتب فقط للزخرفة والجمال ما رأيك في هذا؟ أكيد بالطبع يعني بالعكس أن القضية هي التي تدخل في النصوص صراحاً هي التي تزيد الفكرة والمعنى جمالة بالطبع يعني فأي شاعر يكتب تجربته أو التجربة الذاتية أو الشخصية التي يعيش فيها وليس شرطاً أن تكون تجربة ذاتية أحياناً كما ذكرت في بداية اللقاء أنها قد يكون انعكاس لما يراه من البيئة أو ما يشعر به أو ألم من شخص قريب له يعني فالقضية في الشعر هي ما تضع له زخرفة وجمالية يعني خلينا نقول إذا خل الشعر من قضية كيف تجده؟ لا أريد أن أظلم الألوان المتفرعة للشعر لكن لا نتحدث عن الألوان ولا عن الأشكال ولا عن الأجناس الأدبية أو الإبداعية ولا حتى عن الأشكال الشعرية المختلف عليها إنما نتحدث عن فكرة واضحة إذا خل النص الشعري من قضية تستحق أن يكرس الشعر قلمه من أجلها إذا خل هذا النص من هذه القضية كيف ترى هذا النص؟ عن نفسي أنا أراه مسخاً وأنا لا أرى أن لا فائدة له إن كان هناك قضية وأنت لديك المقدرة في أن تكتب وأن توصف وأن توصل هذه القضية إلى العامة بطريقة مؤثرة يتفاعلون من خلالها وإن لم تقم بذلك فأنت مفائدة ما تكتب ومفائدة الشعر ومفائدة هذه الموهبة التي لديك إن لم تضعها في مكان تستنصر فيه لإخوانك لأصدقائك لشتى القضايا الدائرة في هذا العصر الكئيب يا أخي استنهض الأمة من أجل استعادة مجدها وسؤددها في عواصمها وحواضرها التي كانت منارة لكل الإنساني وليس للمسلمين في حسب هذه قضية عظيمة أن تنتصر للمظلومين هذه قضية عظيمة أن تنتصر للفقراء والمحتاجين والجوعة والمنهكين والمعذبين في مختلف دول العالم أيضا هذه قضية عظيمة يجب على الشعر أن يسخر قلمه من أجلها لكن قبل أن نكمل هذا الحديث نريد قصيدة ربما تكون مشعة من جنباتها قضية ما فضل إقرأ لنا من جديد أبراهيم ننتقل إلى حزن سوداني اللحم هذه قضية واضحة أنك تتحدث عن السودان صحيح فضل نوباتي العزف من مزمارها فيني قمرية الصبح ما جاءت تواسيني سودان قلبك منبوذ على ملأ ولا المنافي ستكفي حين تأويني أرى المماليك أرى المماليك تقس في تجبرها كأن أساها بنار الحزن يحويني أمشي أمشي وفي الشعب هم يستجير به بالصبر يكوى بالصبر يكوى وبالآمال ترويني أمضي وحبة هذا القمح تخبرني أن اسمي العذب ينمو في البساتين يا سلام تبكي السنابل أعيد أعيد أمضي أمضي وحبة هذا القمح تخبرني أن اسمي العذب ينمو في البساتين تبكي السنابل في أحشائها ورم بيئ الفداء متى تدنو وتشفيني بيئ الفداء متى تدنو وتشفيني لي ولولت شمسنا السمراء وانطفأت خذني رمادية من وجه حسون قد مات بالأمس قد مات بالأمس طفل يشتهي فرحا وسافر عني دون تأبيني وست شاي وست شاي تواسيني وتنصحني أن الطريق مليء بالثعابيني يا الله وست شاي تواسيني وتنصحني أن الطريق مليء بالثعابيني خذ القصائدة انجفت حقيقتنا وازحف بها فوق آهات البراكيني خذ القصائدة انجفت حقيقتنا وازحف بها فوق آهات البراكيني ارقي البلاد ارقي البلاد ارقي البلاد ففي أطراف بسمتها سحر كساها برم ذاب في الطين فرف مكتبة التاريخ ينبئني أن البلاد ستلقى في الزنازين سيقسم الأرض شيطان له خدم تبكي من الجرح أفعال السكاكيني وفي الرواية فصل يستبد على أرض تزيح شمالي عن مياميني هذه البلاد هذه البلاد دكاكين مؤجرة هذه البلاد دكاكين مؤجرة بيعت ببخس فيعار الدكاكيني هذه البلاد دكاكين مؤجرة بيعت ببخس فيعار الدكاكيني عصر من الدم والثورات قد نضجت تحت العساكر أو جاع المساكين تلك الهتافات تشدو أين ثائرها أين ثائرها وفي المواكب كتمان الملايين كنداكة الأرض غنت رغم دمعتها لحنا سينحة سودان العناوين سيسقط الآن سيسقط الآن غردون ومن معه تعل البشارة في وسط الميادين رغم الدموع التي قد بدت أنسجها قد بدت أذرفها غدا ستنهض أفراحي تواسيني مذاك قهر وذل عشت أشربه روحا تفيض وقد جفت شرائيني في هذه الأرض نيل أزرق مرح ينافس الأبيض الممزوج بالليل شد المساء شد المساء ستار الشمس في خجل وشيخ نزين يتلو سورة الدين ذاك المسيد ضم الآن دروشة ودق طبلة آمال تسليني للآن صوفيها ما زال صوفيها يروي بشارته بالذكريات وأذكار تداويني سيمسح الظلم سيمسح الظلم حتما من ملامحنا ونشرب المر حلوا في الميادين ويسكر النيل من إيقاع خطوتها ليخجل الهم من فوضى المجانين هذه الأماني هذه الأماني في السودان صرختها يبكي صداها على القلب الفلسطيني السلام أعد أعد البيت الأخير هذه الأماني في السودان صرختها يبكي صداها على القلب الفلسطيني أحسنت أحسنت كثيرا أع Leah Ibrahim هذه الأمانية في السودان صرختها يبكي صداها على قلب الفلسطيني هذا المزج ما بين الثقافتين يبدو أنه أفادك كثيرا في الشعر وأرجو له أن يفيدك بشكل دائم قبل ما نذهب أو قبل ما نذهب إلى قصيدة جديدة لابد من شيء من الترجمة هناك مفردات ورادت في هذه القصيدة وهي تحتاج إلى تفكيك وتوضيح يعني مثلا مفردة نوباتيا ما المقصود بها؟ هي نوباتيا إحدى الممالك القديمة التي كانت في السودان فأنا استدعيتها في النص يعني اتداءا من الحضارة يعني مملكة سودانية قديمة من الممالك أيها الحضارة طيب ماذا عن ست الشاي؟ ست الشاي هي من أشبه بكافية بلد يخلينا تراث سوداني موجود لليوم تكون امرأة بطلة على النيل أو على ضفاف النيل وبالبخور السوداني الرائع تصنع القهوة البلدية بطريقتها المعروفة في السودان لكل الشباب وكل المارة حتى يمتزج هواه تقدم لهم الشاي أيضا والشاي أيضا وعدد من الأشربات السودانية لذلك سميت ست الشاي ست الشاي يعني لأن الشعب السوداني مدمن جدا للشاي طيب ماذا عن كنداكا؟ كنداكا هي اسم لملكة سودانية قديمة ومنذ ذلك الوقت أصبح الجميع يطلق على الفتاة السودانية المناضلة القوية بهذا الاسم اسم كنداكا وبرز هذا الاسم مؤخرا بعد اندلاع الثورة في السودان وتصدر النساء كتقدير يعني يمنح هذا لبعض السيدات لواتي مثلا كان لهن مواقف معينة في مثلا التظاهرات أو مشابه أو بتغيير مثلا واقع البلد أطلق عليهن هذا اللقب كنداكا صحيح قلت سيسقط الآن غردون ومن معه من غردون هذا؟ غردون كان من الولاء الذين احتلوا السودان وهو عسكري فسقوطه هي بعدها أعلن استقلال السودان تماما فهذه إشارة أنه إن شاء الله سيسقط هذا الظلم إذن سقوطه الذي تتنبؤ به كناية عن عودة السودان إلى أبنائه لا إلى من يحاولون أن يخلقوا الفرقة بين أبنائه خذنا إلى القصيدة التي تود أن تختم بهت فضل يا أبراهي القصيدة الأخيرة بعنوان البقاء صراحة أريد أن أهدي هذا النص لدكتوري العزيز دكتور ماجد فهذه القصيدة لا أستطيع أن أعذر سوى بقراءتها تفضل وجع وقافية وماء وهوى بلا قلبين في طرقاته الأشلاء تغرق في الدماء ولا عزاء وأنا ومائدة الأسى والموت تسألني الرصاصة من من سيحظى بالبقاء وأجيب متسما وأنظر في جذور الأرض أحترم اللحاء من يا ترى من يا ترى من بين آلاف الحقائق وحدها أختارها لونا يزين للسماء أأشير أأشير أم أن المشار إليه نجم قد تراه ولا تراه عيونها في الليل معصوب الرجاء وأنا أراقب من هنا الأرض البعيدة قد سمعت أبي يردد مرة الزعتر البري أولى بالبقاء يا السلام وتقول أمي للعصافير البعيدة يا رفيقة غربتي رشي على الأرض الهوى زيتا من الزيتون رفرف لي وحلقك الطيور وعاد يسبح في الفضاء صوت لشاردة وكان أخي يقول مزمجرا من صادر المفتاح من أبوابه يا موت من للموت أذن بالنداء وتقول لامرأة الشهيد وقد تكحلت المكاحل بالدماء وتقول لي تلك المقابر مثلها عند الوداع تلفها كفنا على كوفية البيضاء كي لا يولد الأشرار في هذه الديار أنا التراب أنا الوصية والفداء يا السلام وسمعتها عند الفراق تقول لي هذا الشهيد الحر أولى بالبقاء ويقول لي طفل بشارة نصره حيث العلي الحي بي ما زال يرسم في العراء أن الجيوش أمامه وهن وتركض للوراء أن الخيام لوحدها باتت تناضل تطعم الأطفال أوجاعا ورغم الحزن تشمخ وقتها تشمخ وقت زفتها وينتصر الشموخ على رصاص الحاقدين لنستطيب الارتقاء غسان غسان يروي لي حكاية عائد من جرح منفاه البعيد وحيث يسكنها الخواء ويقول الدرويش العظيم البحر لي البحر لي فأجيب منتحبا وأصرخ في الهواء البحر في السجن الكئيبي البر في القيد الرحيل وغربتي أني أموت على رحيل الأصدقاء من يا ترى في الأرض أجدر بالبقاء من يا ترى في الأرض أجدر بالبقاء وتفوح أصوات الركام في لغتي وترسم لوحة للموت في صمت الغياب المر تضفي لونها لا تدفن وأشلاءنا فالأرض لابن الأرض إن الحر أجدر بالبقاء يتدرب الآن المجاهد للتلاقي حيث يلفظ جاهدا فسلاحنا أولى وأولى ثم أولى بالبقاء فتقول لي قسما سأترك ظلمنا وأنا سأشعل ناره وأنا سأخفي في الحقيقة طلقة العمياء حتى أبذر العينين فيها كي تصيب الثأر من كل الذين تسلقوا دمنا المعطر بالوفاء حتى يطيب لنا مدى حتى يطيب لنا مدى الأبد البقاء فنحن أهل الأرض والباقون فوق الموت في شريانها والله ناصرنا إذا عز النصير وقودنا وقودنا بذل الدماء والله ناصرنا إذا عز النصير وقودنا بذل الدماء والله ناصرنا إذا عز النصير وقودنا بذل الدماء أنعم بها من فكرة وقضية ورسالة وخاتمة صيدة جميلة فيها انتماء لهذا الجرح الذي آن له أن يتوقف وهذا النزف الذي آن له أن يجد الضماد لدى إخوته وكل أحرار العالم في الختام إبراهيم حافظ من السودان وفلسطين معا وصلنا إلى الختام قبل أن نختم ماذا تود أن تضيف أو أن تقول في الحقيقة لا قول بل غزة هي الآن التي تقول يعني عصى أن يبعد الله عنها بكل الظلم وعن السودان وعن كل أوطاننا العربية المكلومة شكرا يا إبراهيم شرفتنا في هذه الحلقة وسعدنا كثيرا بإلقائك العذب لأشيار وبقصائدك التي تستحق أن يكتب لها النجاح والتوفيق بمشوارك الذي من المؤكد أنه سيكون حافلا ولا شك عندي في هذا الله أسعدك شكرا لكم جميعا بارك الله فيكم تحياتنا لك ونلتقي مجددا في حلقة لا بد قادمة وفي ظروف نرجو أن تكون أفضل من هذه الظروف التي تعيشها الأمة كل الأمة مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر أو ربما شاعرة حتى ذلك الحين لكم مني أطغب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر